اهلا بكم من جديد اتمنى تكونوا بألف خير وبأتم السحة وانتو بتشوفوا معايا الفيديو ده طبعا احنا النهاردة معانا فيديو مميز جدا علشان حنشوف فيه مجموعة متميزة من الادوات المنزلية والافكار والحيال والمنظمات والاجهزة الذكية اللي هتعجبكم جدا قبل ما نبتدي الفيديو مع بعض ما تنسوش دعمكم وتشجعكم لايه بالضغط على زر اللايك ولو دي اول مرة بتشوفوا بيها قناة الادوات المنزلية اتمنى ان انتو تنضموا لينا عن طريق الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم اشعار بكل الفيديوهات الجديدة واليومية اللي بتنزل على القناة تعالوا بقى دلوقتي نشوف مع بعض ايه هي الادوات والافكار والحيال اللي موجودة معانا في الفيديو ده ونبتدي ان احنا نشرحها ونشوف مع بعض ايه هي طرق استخدامها وايه الاستفادة منها في البداية كده هنبتدي ان احنا نتكلم عن الجهاز المعقم ده طبعا زي ما انت شايفها تقدر تضيفي به المعالق والشوك وهو هيخسلك وحيعقم لك كل الحاجات دي لوحده بعد كده معانا الكوفر بتاع السرير ده طبعا اهم ميزة في الكوفر ده انه هو بيبقى ضد الميا بعد كده هنشوف مع بعض منظم ايه المناديل ده وكمان تقدر ان انت تنظمي به كذا حاجة من الحاجات اللي بتبقى موجودة عندك زي الميكوب او الكريمات وكمان في جزء خاص تقدر ان انت تضيفي عليه الفوط بعد كده هنشوف مع بعض المنظم ده طبعا المنظم ده تقدر يتنظمي به حاجات مختلفة زي الميكوب زي الاكسسورات او الكريمات يعني ليه كذا طريقة في الاستخدام بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا المروحة الميني دي طبعا لها 3 درجات تقدر ان انت تتحكمي بدرجة الهوى اللي انت عايزاها وغير كده ان هي حجمها صغير فتقدر ان انت تخبيها في اي مكان انت عايزاها وهنا كمان هنشوف مع بعض مروحة ميني بس المروحة الميني دي بتبقى مختلفة عن المروحة اللي اتعرضت قابلي منها بان هي ما بيجيش معاها عمود تقدر ان انت تتحكمي بالطول بتاعها فهي بيبقى حجمها زي ما انت شايفها معايا كده في الفيديو وطبعا بتتثبت على الجدار وتقدر ان انت تثبتيها في المطبخ او في الحمام او في اي مكان انت عايزا بعد كده حنشوف مع بعض المغرفة اللي بتعزل الدهون عن الشربة زي ما انتوا شايفين معايا كده في الفيديو وهنا حنشوف مع بعض الاداة دي اللي هي مخصصة برضه لعزل الشاي عن المية او الاعشاب مثلا او التوابل لو انتوا بتحبوا تشربوا ينسون او ارفة او اي نوع من انواع الاعشاب فتقدروا ان انتوا تستخدموا الاداة دي بعد كده تعالي شوفوا معايا الغسالة الميني دي تقدر ان انت تخسلي فيها الملابس الداخلية او الشربات مثلا وطبعا بيجي معاها مجفف علشان ينشف لك الهدوم بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الطبق ده طبعا بيجي فيه اربع مصافي او اربع اطباق صغيرة تقدر ان انت تخسلي بيهم الخضار او الفكهة وفي نفس الوقت تنظميهم في المنظم ده بعد كده عندنا اللابة دي طبعا بتشجع الاطفال الصغيرين ان هما يعودوا في حوض الاستحمام تعالي معايا بعد كده نشوف مع بعض المصفة ده طبعا تقدر ان انت تخسلي عليه الاطباق او الحلال بتاعتك وتصفيها عليه وكمان تقدر تخسلي الخضار والفكهة يعني لي كذا طريقة في الاستخدام لو وصلتي معايا لغاية هنا من الفيديو ما تنسيش ان انت تدوسي على زر اللايك علشان تشجعيني وتشجعي القناة ولو عجبتك اي حاجة من الحاجات اللي تعرضت في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في التعليقات ايه هي الحاجة اللي عجبتك وانا هرد عليك في الرابط المباشر لشراء الحاجة دي طبعا عن طريق تطبيقات الانلاين ولو انت ما بتحبيش ان انت تشتري الحاجات عن طريق الانلاين يعني عن طريق الانترنت فانا انصحك بان انت تشوفي ايكيا او كرفور طبعا على حسب البلد اللي انت بتتابعيني منها او المحلات الكبيرة المسؤولة عن بيع الادوات المنزلية تقدر ان انت تستعيني بهم علشان تشوفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها وزي ما قلتلك لو ما لقيتش الحاجة اللي انت عايزاها تقدر تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك بالرابط المباشر اللي هيساعدك على شراء الحاجة اللي انت محتاجاها تعالوا بقى دلوقتي نكمل الفيديو مع بعض ونشوف ايه هي الادوات اللي فضلت معانا في الفيديو ده طبعا دلوقتي هنشوف السجادة دي طبعا زي ما انتو شايفين السجادة دي ميزتها ان انت تقدر تتحكمي في الحجم بتاعها يعني تقدر ان انت تقصي المربعات الصغيرة دي علشان يبقى مقاسها مناسب للحتة اللي انت هتفرشيها بيها زي ما انت شايفة معايا كده في الفيديو وهنا معانا القطع الصغيرة دي تقدر ان انت تثبتيها على الجدار وبعد كده تنظمي عليها الحاجات المختلفة اللي بتبقى موجودة عندك وهنا عندنا المنظمات الجميلة دي تقدر ان انت تنظمي بيها النكاشات المختلفة اللي بتبقى موجودة عندك ومن ضمنها نكاشات الاسنان بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم الزيت ده وبيجي معايا فرشة بتساعدك ان انت توزع الزيت سواء في الصواني اللي بتبقى موجودة عندك او في الحلل وطبعا حجمها كويس جدا حياخد معاك كمية حلوة من الزيت بعد كده هنشوف مع بعض منظم كياس الرل طبعا زي ما انت شايفها بيساعدك ان انت تسحبي الكيس بكل سهولة وغير كده تقدر ان انت تثبتيه في المكان اللي انت عايزاه هنا بقى معانا مصفة الزيت تقدر ان انت تستخدميه لتصفية الزيت اللي انت بتبقي مستخدمه مثلا مرة او مرتين تقدر ان انت تصفيه في المصفة ده وتعزيلي بقى بوائي الاكل اللي كان موجود في الزيت ده وترجعي الزيت بتاعك نضيف زي مكان هنا بقى معانا منظم الشربات او الملابس الداخلية تقدر ان انت تثبتيه جوه الدلاب زي ما انت شايفة معي كده في الفيديو بعد كده تعالي نشوف مع بعض الاداة دي اللي تعتبر منظم للشماعات طبعا تقدر تتثبتيها في الجدار وكمان تقدر ان انت تتثبتيها بجنب الغسالة زي ما هو ظاهر قدامك كده في الفيديو هنا بقى عندنا المنظمات دي بتساعدك ان انت تثبتي عليها غطيان الحلل وكمان تقدر ان انت تثبتي عليها المفرمة او الطاعة الخضار اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده تعالوا نشوف مع بعض عندنا المنظم الجميل ده طبعا تقدري ان انت تستخدميه في الحمام عندك وتنظمي عليه صابون الغسيل او تقدري تنظمي عليه المناديل او الكريمات او الشمبغات تقدري تستخدميه في الطريقة اللي انت عايزاها وهنا كمان برضو عندنا منظم للحمام طبعا تقدري تنظمي عليه فرش الاسنان وبرضو ليه جزء خاص تقدري اني تتنظمي به معجون السنان او الكريمات اللي بتبقى موجود عندك بعد كده حنشوف منظم للتلاجة تقدري اني تتنظمي به الصصات او الجبن اللي بتبقى موجود عندك يعني ليه كذا طريقة في الاستخدام تقدري انت تتحكمي بالطريقة اللي انت هتستخدمي بيها الحاجة يعني مش شرط خالص ان انت تتقيدي في الطريقة اللي بتتعرض في الفيديو وهنا عندنا قطعة الخضار طبعا دي بيجي معها كذا قطعة بتساعدك ان انت تقطعي الخضار او الفكهة اللي بتبقى موجودة عندك بالشكل اللي انت عايزاه بعد كده معنا منظم المناديل ده اهم ميزة في المنظم ده انه هو تقدري تثبتيه في اي مكان عندك سواء في المطبخ او في الحمام او في قط النوم مسلا سهل جدا في التركيب ودلوقتي هتشوفي من خلال الفيديو ازاي بيتم تسبيته واستخدامه في كذا مكان مختلف في البيت بعد كده هنشوف مع بعض منظم الرز ده طبعا بياخد معاك تقريبا كده زي 10 كيلو من اي حاجة انت عايزاها سواء رز او سكر او بقليات وطبعا دي كمية كويسة جدا واهم ميزة طبعا في المنظم ده انه هو بيجي معا اداة تقدار ان انت تعايري بيها الكمية اللي انت عايزاها سواء من الرز او من السكر او من اي حاجة وحاجة مهمة كمان ان الادا دي بيجي معاها مصفى يعني تقدار ان انت تخسل الرز بيها وبعد كده تصفيه باستخدام نفس الاداة دلوقتي هنشوف مع بعض منظمات التلاجة طبعا تقدار تستخدميها بالطريقة برضو اللي انت عايزاها واللي انت تحبيها سواء تنظيم خضار تنظيم فكهة يعني المنظمات دي ليها كسه طريقة في الاستخدام طبعا زي ما انتو شايفين معايا احنا شايفين مع بعض مجموعة متميزة جدا من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات الزكية اللي محدش يقدر انه هو يستغنى عنها وغير كده ان المنظمات دي او الادوات دي بتوفر عليك الوقت والجهد وبتوفر عليك مساحات كتير قوي في البيت بحيص ان انت تقدر تستفيد منهم في حاجات تانية واهمة ميزة طبعا ان كل حاجة مع التنظيم والترتيب هتفرق معاك جدا اتمنى ان انتو تكملوا الفيديو دا لنهايته علشان فعلا هتشوفوا مجموعة متميزة جدا من الادوات والافكار والحيل اللي هتتعرض في الفيديو دا ويريد كمان ما تنسوش اهم حاجة وهي تشجعكم ليه وللقناة بالضغط على زر اللايك ولو دي اول مرة بتشوفوا بيها القناة اتمنى ان انتو تنضموا لينا عن طريق الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات علشان يوصلكم اشعار بكل الفيديوهات اليومية والجديدة اللي بتنزل على قناة الادوات المنزلية وما تنسوش كمان اهم حاجة لو فيه اي حاجة عجبتكم من الادوات اللي موجودة في الفيديو دا اكتبوا لي في التعليقات وانا هارد عليكم في الرابط المباشر لشراء الحاجة اللي انتو محتاجانها واستنوني ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد اسيبكم في رعاية الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة